أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن مصر ما زالت تصامضة في حربها على الإرهاب بالمنطقة وستقضي عليه بفضل جهود أبنائها المخلصين خاصة أن حققت العديد من الإنجازات والانتصارات في حربها على جماعات التطرف والإرهاب جاء ذلك خلال زيارته لمركز سيفيتاس بل الأبحاث في لندن حيث أكد مفتي الجمهورية أن الدولة حريصة أشد الحرص على الانفتاح على العالم وتمد يدها للتعاون مع بريطانيا والدول الأوروبية بما يحقق المصلحة المشتركة ويعزز من السلم العالمي أشار مفتي الجمهورية إلى أن وسائل الإعلام الغربي عليها مسئولية كبيرة في تهميش الخطاب المتطرف وإعطاء مساحة أكبر للعلماء الوسطيين